وشهدين دلوقتي خلينا ننتقل لليندا عشان تطلعنا على آخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ليندا أهلا بك من جديد أهلا بك يا جمعنا والبداية طبعا من أولمبياد توكيو واللاعب محمد إبراهيم كيشو واللي اتأهل لدور نص النهائي في منافسات المصرع الرومانية وزن تحت 67 كيلو جرام ضمن فعليات أو ضمن فعليات ربع النهائي بفوزه على كارين أسلنيان لعب أرمينيا وهيواجه اللاعب الأوكراني بارفيز ناسيبوف في نص النهائي الساعة 11 ونص الصبح محمد متولي نجح في التأهل لنص نهائي منافسات 87 كيلو جرام في المصرع الرومانية بعد استسلام منافسه الكوبي دانيال جريجوريتش وبكده هيلعب اللاعب المجري فيكتور لورينكس في نص النهائي الساعة 11 ونص الظهر مهاب مهاي من الغطاص المصري نجح في تحقيق إنجاز غايب منذ 73 سنة وأنهى منافسات 3 متر سلم وتحرك في المركز 11 بعد وصوله للنهائي في اللعبة في أولمبيا توكيو 2020 سمر خمزة لعبة منتخب المصرع أعلنت اعتزالها اللعب وإنهاء مشوارها مع المصرع واكتفت باللي حققته في اللعبة خلال السنين اللي فاتت وده بعد مودعة سمر المنافسات في توكيو وفقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز الاتحاد المصري لكرة القدم وجه الشكر لجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبيا على اللي قدموه خلال فترة عملهم اللي انتهت بنهاية مشاركة منتخب مصر في الدورة الأولمبية ولعبوهم مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق للربع النهائي المدير الفني لمنتخب أسبانيا الأولمبي لويس ديلا فوانتي أشاد باللعب أسانسيو اللي شارك بشكل أساسي في كل المباريات لحد دلوقتي على الرغم أنه مسجلش ولا هدف وقال كمان أنه لاعب مهم جدا للفريق سواء في الملعب أو على مقاعد لحصياتي وفي المدرجات وأكد المدير الفني أن مباراة اليابان النهاردة هتكون صعبة وعندنا أمل كبير في تحقيق الفوز الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسماني كرر رفضه الشديد لفكرة الموافقة على احتراف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية وده بعد ما تجدد الكلام عن بعض عروض اللي بتطرده خصوصا بعد تقلقه مع المنتخب الأولمبي في توقيو ورفض موسماني فكرة رحيل الشناوي عن الأهلي لأنه أهم ركيزة أساسية بيعتمد عليها مع الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي أكد أن رامي ربيع اللاعب الفريق شارك في التدريبات الجماعية اللي تلعبت إمبارح على ملعب التتش بصورة طبعية بعد ما تعافى من الكدمة اللي اتعرض لي في مباراة أسوان فريق نادي الزمالك فاز على فريق مياه البحيرة بنتيجة 7-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم بملعب فندق الإقامة في معسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق عشان يكمل مسبقة الدوري الممتاز جورجو كيليني قائد فريق يوفنتوس الإيطالي أنهى اتفاقه مع إدارة نادي يوفنتوس وجدد عقده لمدة موسمين هيخلص في شهر يونيو 20-23 الاتجاه الداخل اليوفي كان ضروري تجديد عقده لمدة موسم لكن اتفقوا في الآخر على موسمين عشان يمنحوا الفرصة للعب في مونديال 20-22 مع المنتخب الإيطالي وبكده مشاهدين خلصت أخبارنا الرياضية هنروح دلوقتي لفاصل سريع وبعد كده هنرجع عشان نستكمل بقية فقرات صباح خير يا مصر استنون